نهارات مكتظة بالحركة ونزحون من مختلف محافظات البلاد مثلت الجوف وجهتهم هربا من بطش ميليشيا الإقلاب لعلك من مفارقات زمن الحرب وتحولاته حيث كانت الجوف قبل سنوات ليست ببعيدة عن الآن مسرحا للخوف وفهام اهتمامات الدولة لكنك اليوم تتسع لأكثر من ثمانين ألف نازح ما جعلك وجهة لوفود المنظمات الدولية والتي كان أخرها زيارة الوفد الماليزي التابع لمنظمة مايهوب هيرو الماليزية وقبلها وفد تركي لإطلاع عن كثب على الوضع الإنساني والصحي وحالات سوء التغذية ومعاناة النازحين في مخيمات نزوحي بالمحافظة كنا بزيارة مع الأخوة في وقف الديانة التركي في زيارة محافظة الجوف وطلعنا على بعض المظاهر للوضع الإنساني فيها عدد النازحين ومراكز الصحية وحالات سوء التغذية وبالتأكيد أن هناك مثلها مثل بقية مناطق اليمن تحتاج إلى جهود كبيرة أوجه كثيرة لمعاناة تتسع كل يوم أبرزها أطفال سوء التغذية علاوة عن الجانب المعيشي لألاف الأسر النازحة التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة وهو ما شددت على ضرورة إنقاذه الوفود الأجنبية التابعة لمنظمات تركية وماليزية والتي وجغت دعوات استغاثة عجلة للمنظمات الدولية بسرعة النزول إلى الجوف والالتفات لمعاناة السكان فيها منظمات العالمية والإسلامية في كل العالم يعني الحال الواقع مؤسفة جدا ونحن نطلب منكم من الجميع أن يدعموا الإخواننا في يمن خاصة في أمور الغدائية والصحية والسكنية تحتاج الجوف لكثير من الدعم الإنساني كي تتعافى من معاناتها تقول الوفود الأجنبية بعد زيارتها لعدد من المراثق الصحية ومخيمات النازحين وهو الانطباع الذي سيكون له نتائجه الإيجابية في المرحلة المقبلة أو هكذا يشعر السكان هنا تجاه هذه التحركات الإنسانية لمنظمات دولية والتي وعدت بتقديم المساعدات العاجلة للنازحين والتقليل من حدة معاناتهم وظروف نزوحكم القاسية لتبقى الجوف أمالها بانتظار تحقيق وعود إنقاذ تلك المنظمات الدولية لها في ظل غياب دعم واهتمام حكومة الشرعية وتلمس احتياجات هذه المحافظة علي الجرادي قناة بلقيس